مرحبا بكم في هذا الترسي الجديد رأينا في الحصة السابقة الخبر وسنرى اليوم الإنشاء قلنا إن الخبر هو كل كلام يحتمل الصدق أو الكاذبة فعندما أقول دخل علي إلى القسم قد يكون لكلامي واقع خارجي يطابقه فأكون عندئذ صادقة وقد لا يكون لكلامي واقع خارجي يطابقه فأكون كاذبة أما الإنشاء فهو كلام ينشئه صاحبه دون أن تكون له حقيقة خارجية يطابقها أو يخالفها فلا يحتمل لذلك الصدق أو الكاذبة فعندما أقول مثلا هل وصل عمر فهنا أنشأت كلاما أطلب به جوابا وقد استخبرت عن معنى هو وصول عمر ينقسم الإنشاء حسب القصد فيه إلى الطلب أو عدم القصد إليه إلى قسمين هما الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي في الإنشاء الطلبي أجد الأمر والنهي والنداء والاستفهام والتمني والترجي وفي الإنشاء غير الطلبي أجد القسم والتعجب والمدح والذم هذه هي كل أساليب الإنشاء وسنحاول أن ننظر فيها نبدأ أولا بالأمر درسنا الأول هو الأمر انظروا إلى هذه الأمثلة المثال الأول أيها الملك لا تعجل في قتلي وليبحث الملك عن أمري حتى يتبين له صدقي هذا من الكتاب المدرسي وكذلك المثال الثاني قال القاضي أيها الجمع اسمعوا قول سيدك أما المثال الثالث فهو للشاعر اللبناني إليا أبي ماضي عطفا ورفقا بالقلوب فإنما حقد القلوب على أخيك طويل المطلوب حدد أسلوب الأمر وبين الطرق المستعملة للتعبير عنه في الأمثلة السابقة في المثال الأول وليبحث هذا أسلوب الأمر وقد عبر عنه القائل باستعمال لام الأمر هذه اللام الساكنة مع فعل في المضارع المجزومي في المثال الثاني قال القاضي أيها الجمع اسمعوا هذا أمر وقد عبر عنه القائل بواسطة فعل في صيغة الأمر في المثال الثالث عطفا ورفقا بالقلوب فإنما حقد القلوب على أخيك طويل أجد مصدر هنا ومصدر هنا وهذا المصدر نائب عن فعل الأمر فكأنه قال اعطف أو اعطف بالقلوب ومثال ذلك في القرآن الكريم وبالوالدين إحسانا فإحسانا مصدر نائب عن فعل الأمر وكأنه سبحانه قال أحسنوا إلى الوالدين إذن حسب ما سبق الأمر هو إنشاء طلبي يفيد طلب القيام بالفعل وينشأ الأمر بأربع طرق الطريقة الأولى هي أفعال في صيغة الأمر الفعل في صيغة الأمر كقولنا اجلس اشرب كل اكتب إلى غير ذلك الطريقة الثانية هي أسماء الفعل الدالة على الأمر وهذه معروفة في اللغة العربية كقولنا صح أي أسكت أو حذاري بمعنى إحذر أو هلم بمعنى أقبل أو حي كذلك بمعنى أقبل حي على الصلاة أو رويدك بمعنى تمهل أو مكانك بمعنى قف أو وراءك أو إليك إلى غير ذلك من الأسماء الدالة على الأمر أسماء الفعل الدالة على الأمر الطريقة الثالثة هي لام الأمر مع فعل في المضارع المجزوم كقوله تعالى في القرآن لينفق ذو ساعة من ساعته لينفق هذا فعل في المضارع المجزوم اقترنت به لام الأمر رابعاً المصدر النائب عن فعل الأمر هذه هي الطرق المستعملة في العربية للتعبير أو لإنشاء الأمر سنمر الآن إلى معاني الأمر هل يفيد الأمر دائماً طلب القيام بالفعل أم يفيد كذلك بعض المعاني الأخرى المطلوب منا بعد قراءة الأمثلة حدد المعنى الذي أفاده الأمر في الأمثلة السابقة وأمامكم بعض الاقتراحات التعجيز والتمني والالتماس والنصح والإرشاد وطلب القيام بالفعل هذا المعنى الأصلي وهذه المعاني فرعية تستفيد من المقاب فلنقرأ الأمثلة قال دبشليم الملك لبيدب الفيلسوف اضرب لي مثل الملك الذي يراجع من أصابته منه عقوبة من غير جرم ماذا أفاد الأمر هنا هل أفاد التعجيز هل أفاد التمني أم الالتماس أم النصح والإرشاد أم طلب القيام بالفعل أفاد هنا طلب القيام بالفعل المثال الثاني قف بالمقابر صامتا متأملا كم غاب فيها صامت وسأول هذا هذا هو الفعل في صيغة الأمر وقد أفاد هنا الالتماس والالتماس يعني الطلب بلين ورفق المثال 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 الموالي رضيت نفسي بقسمتها فل يراود غير الشهبة الشهبة هي النجوم في السماء وهذا هو الأمر لام الأمر مع فعل في المضارع المجزو ماذا أفاد الأمر هنا رضيت نفسي بقسمتها فليراود غير الشهبة أفاد هنا التعجيز فهو يطلب من المرء أن يقوم بما يعجز عن القيام به وهذا هو التعجيز المثال الموالي قال السماء كئيبة وتجهم تجهم أي عبس قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء هذا هو الفعل ورد في صيغة الأمر وقد أفاد كما يتضح النصحة والأرشاد المثال المثال الأخير المثال المثال الأخير الأصلي طلب القيام بالفعل على وجه الاستعلاق هذا هو المعنى الأصلي ولكن الأمر قد يخرج عن معنى الأصلي ويفيد عدداً من المعاني المختلفة في مقامات مختلفة ومن هذه المعاني الفرعية المستفادة أو المستخلصة من البقاء الالتماس وهو كما قلنا الطلب بلين ورفق أعطيني القلم من فضلك التمني النصح يا بني أقم الصلاة الدعاء كقول جميلاً الذي رأيناه في المحور الأول وجاور إذا ما مت بيني وبينها فيا حب ذا موتي إذا جاورت قبري التعجيز كما رأينا في المثال السابق كذلك المويسيت كقولك هؤون عليك أو امسح دموعك التحقير ابتعد عني التهديد والمعنى الأخير هو الإباحة والمقصود بذلك أن تسمح بفعل ما كان ممنوعاً كقوله تعالى في القرآن الكريم في السياق الحديث عن صوم رمضان فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيسمح لنا بالأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بعد ذلك لا نستطيع أن نأكل أو أن نشرب هذا الأمر باختصار سنمر الآن إلى بعض التطبيقات أمامكم هنا أمثلة والسؤال هو حدد المعاني التي أفادها الأمر في الأمثلة التالية سنبحث عن معاني الأمر الفرعية أو المعنى الأصلي المثيل الأول فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول وإذا ما أظل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطول هذه الأبيض لإليا أبي ماضي وبقية الأمثلة لنزار قباني إذن نحاول أن نحدد الأمر هنا تمتع وهنا قصر أما المعاني التي أفادها الأمر في هذين البيتين فهي النصح والإرشاد وكذلك هنا أفاد الأمر النصح والإرشاد نمر إلى المثال الموالي أفيقي فإن الصباح المطل سيفضح شهوتك السافلة لدينا هنا أفيقي ولدينا كلمة السافلة فالمعنى هنا هو التحقير المثال الموالي جئتها نازف الجراحي فقالت شاعر الحب والأنشيدي ما بك ذاك منديل الصغير فكفكف دموعك والمعنى هنا طبعا هو المويسيتو التمرين المويلي عد إلى نص دمند في مجلس القضاء الجزء الثاني وحدد المعاني التي أفادها الأمر هذا هو النص سأحاول أن أحدد الأفعال أو أسلوب الأمر لدينا هنا فسر لدينا هنا أطلعنا لدينا هنا اسمعوا مني وتدبروا لدينا هنا أنظري ثم أنظري إلى عري غيرك ولدينا هنا فليعلم هذه هي هذا هو عفوا الأمر في هذا النص فسر وأطلع هنا أفاد الأمر طلب القيام بالفعل لأن القاضي أرفع منزلة من سيد الخنازير دمنته هنا في موضع اتهام ولذلك أفاد الأمر الالتماس لو لم يكن في موضع اتهام لتغير المعنى ربما سيفيد حينها النصحة ولكنه هنا يفيد الالتماس لأنه متهم الأمر هنا أفاد التحقير وعندما تعدون قراءة النص ستجدون أن المعنى هنا هو التحقير أما الأمر هنا هذا قول الفيلسوفي للملك فقد أفاد النصحة والإرشادة أرجو أن يكون هذا الدرس وافحا في الحصة القادمة سننجز درس النهي ترجمة نانسي قنق� شكرا